في أحدث خطوة أمريكية تستهدف الضغط على الحوثيين أقوبات جديدة تفرضها واشنطن على من قالت إنها جهات فاعلة رئيسية تمد الجماعة بالسلاح بيعا وشراء الجماعة تؤكد أن هجمتها تأتي نصرة لغزة أما واشنطن فلها رأي آخر الحوثيون قتلوا بحارا فلبينيا وأصابوا بحارا آخر من سرلانكا خلال قيامهم بعملهم عن طريق استهدافهم لسفينة بولندية لا علاقة لها بالحرب على قطاع غزة ما يقومون به لا يمكن وصفه إلا بأنه إرهاب التراشق بالتصريحات بين الحوثي وواشنطن تستمر واجهة الجلاد الأمريكي والإسرائيلي هكذا وصف الناطق باسم الجماعة الوضع وداع العالم إلى الخروج من دائرة الصمت ورفع الصوت في وجه من ينشر الفوضى وليس ببعيد البر اليمني والبحر الأحمر شاهدان على عمليات استهداف متبادلة خمس غارات على مطار الحديدة غربي اليمن نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا الأمر لا يتوقف هنا غارات أخرى تستهدف جزيرة كاميران في البحر الأحمر الجيش الأمريكي يواصل الإعلان عن استهدافاته يعلن تدمير مسيرة أطلقتها الجماعة صوب البحر الأحمر عدا عن أربع رادارات وقاربا مسيرا في مناطق خاضعة لهم أمواج البحر الأحمر لا تهدأ تتأرجح بين تهمات الحوث بأن أمريكا بدعمها إسرائيل ترتكب جرائم القرن في غزة وبين تصريحات غربية تفيد بالخطر الذي تشكله الجماعة على مصالح البحر الأحمر